على فكرة دراسة كلمة الله ليست قاصرة على العلماء واللهوتيين والفتاة وكلها الأمور لكن في منتهى البساطة في منتهى البساطة تلت خطوات أساسية ورئيسية أي واحد منهم ممكن يعمله أول خطوة هي لما أجي أقرأ نص كتابي أنا بأس من خطوة دي هي الملاحظة ألاحظ إيه اللي موجود في هذا النص أولا أشوف هذا النص الأدبياته إيه هل هو شعر نثر قصة رواية وأبتدي أستخلص منه شوية ملاحظات لو مثلا رواية مين الأبطال هذه الرواية وإيه الأحداث وفين الزمان وإيه اللي هيحصل أبتدي أسأل شوية أسئلة أشوف النص الكتابي أسأل لما بيتكلم هات أي نص كتابي أخي وتلاقي أنه في الأسئلة ملاحظة هي أنه أنا بمرن نفسي إزاي ألاحظ وأراقب اللي أنا بجراء ده واللي أنا بشوفه فعندي شوية أسئلة أنا بسألها بتكون إجابتها في هذا النص وإيه الأسئلة اللي بتسألها؟ الأسئلة يعني أنا بس أقول هو بتكلم عن إيه؟ أول حاجة أسألها لنفسي أو ألاحظها كلمات عسرة الفهم الصعبة ودي أرجع أستخدم فيها القموس عشان أبتدي أفهمها بس أنا أسأل هو الموضوع ده بتكلم عن إيه؟ مين اللي بتكلم؟ مين اللي بتكلم؟ ده كان سؤال خاصية الحبشة أيوة لفليبوس ده صحيح لما فليبوس الروح أخده وقال له قال له أنت عارف بتقرأ إيه لما كبيره أتفهم ما تقرأه قال له كيف أفهم إن لم يرشدني أحد؟ عمليت أشكر الله إن الروح القدس دلوقت هو اللي بيرشدنا عشان محدش يعتمد إنه لازم يرشده حد الروح القدس اللي جوه المؤمن هو اللي بيرشدنا فابتدي يسأل مين متكلم؟ هو خاصية الحبش قال من هذا متكلم؟ بتكلم عن نفسه ولا عن واحد تاني؟ أيوة تمام؟ فأنا أسأل هذا السؤال دي الملاحظة طيب ولما أسأل مين متكلم؟ طيب هو بيكلم مين؟ طيب وبيتكلموا على إيه؟ وإيه يعني مثلا في أعمال واحد تمنى لما ربي يسوع بيقول إيه؟ لكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أوروشاليم في كل يهودية وسامر وأقصى الأرض هذا النص الكتابي أسأل مين بيتكلم؟ للربي يسوع بيكلم مين؟ كلم التلاميذ طيب يعني قوة لازم أشوف أرجع القموس يعني شهود بالنص الاستقراء بالنص الاستقراء وفي نفس الوقت بعد كده أبتدي أقارنها أرجع لمبادئ الكتاب اللي هو الكتاب مقدس وأشوف أنه في سفر أعمال أصحاح 2 بيتكلم عن ولما حضر يوم الخمسين كان جميع وهكذا فدي أول حاجة اللي هو الملاحظة والشيء الثاني؟ الشيء الثاني هو التفسير تفسير ما ألاحظه يعني أحاول أجاوب على هذه الأسئلة أو تلك الأسئلة وتلك الأسئلة ممكن إجابتي تتفرع من مقتطفات أخرى أو من مصوص أخرى ودي لها شوية خطوات أن أنا أبحث عن الفهم المعنى الأصلي وبعدين أجمع المعلومات وأدي تعريف المصطلحات وده بيساعدني أن أنا أبسط أبسط المقرودة وأجاوب على كل الملعظة نرجع أنه فيه تفسير واحد يعني لما رب يسوء أعطى المثل السامر الصالح إنسان كان نازل من أورشالين إلى أريحة فكتير ناس بتركز على الرموز وبتركز على يعني على التطبيق ولكن حقيقة هو فعلا أورشالين بلد عالي على جبال أريحة أخفض مكان في العالم كان نازل نزول جغرافي ده صحيح ده يعني أنا مش مفروض أن أنا أستريتش النص أبعد ما أطعجها أطعجها تعرف مثلا القارينة مثلا الجغرافية في كنيسة لوذكية في سفر الرؤية بيقول ليتك كنت باردا ولا حارا ولكن موزع فكان دايما وعاز البارد ده خاطي والحار ده مؤمن ما تبقاش يا واخد لبالي يا كده لا مش كده خالص جغرافيا كان هناك نهر بارد مروي حلو واحد تاني يستشفى بمياه كابريتية وهكذا أنا شفتها بعيني طبعا ووضعوا قنوات ومرات القنوات بتتكسر وبيختلط المي بالزبط كده خلينا نيجي لالشيء الثالث الشيء الثالث الأخير هو التطبيق وده أصعب حاجة إيه التطبيق إن أنا أعيش هذا النص على فكرة ليس هدف كلمة الله إن أنا إن أنا أعرفها أو إن أنا أحفظها صم لكني أعيشها إزاي الله هو اللي بيغير عشان كده الوصية العزمة بتاعت رب يسوع إنه إنه أنا أعيش للرب أحب الله وأحب الأخير يعني مثلا في أي نص هسأل شوية أسئلة هقولهم بسرعة علشان ما عادل حلقة أول حاجة أسأل نفسي يا ترى في شخصية من الشخصيات المكتوبة هنا مثل لي أقتدي بي أو مثل أبعد عنه يعني مثلا ألاقي واحد زي شمشون لا أو لازم أتجنب العمل وشمشون وراح مع دليلة لكن لو لقيت يوسف أتمثل بيوسف أشاف الرب يسوع أتمثل بالرب يسوع وهكذا أو تاني حاجة هل هناك خطية أتجنبها هل هناك وعد ليا هل هناك صلة أصليها هل هناك وصية أطيعها هل هناك شرط علي إن أنا ألبيه هل عندي عدد أحفظه عشان يساعدني في الأزمات هل هناك تحدي أنا عايشه ولابد أن أوجهه وحط نهاية لهذا هل حاجة بتساعدني حتى أتحمل الظرف صعب أنا أمر عليه وأصعب شيء هو التطبيق ملاحظة تفسير تطبيق موسيقى موسيقى